تجتمع الفرق هنا يجهزون معداتهم قبيل الانطلاق يوزع المشرف الفرق ويرسم لهم مخططا للسير عليه لاستهداف جميع أطفال المنطقة في حملة اللقاح الثانية لشلل الأطفال التي انطلقت في منطقتين الأبيض ورأس العين بكوادير مختصة من فريق لقاح سوريا وبالتنسيق مع وحدة تنسيق الدعم حملة لقاح الثانية في نبع السلام تستهدف رأس العين وتل أبيض تستمر الحملة حتى 29 شهر الحملة تستهدف الأطفال من يوم إلى خمس سنوات بلقاح شل الأطفال الرخو نغط تتجول الفرق في شوارع القرى والمدن يطرقون الأبواب ويتحملون العناء من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن من الأطفال ما دون الخمسة عوام والتي تقدر عدادهم بقرابة 28 ألفا وخمسمائة طفل في منطقة تل أبيض تم تخصيص ثلاثة مراكز من أجلهم تحوي على 59 فريقا جوالا في حين تقدر عداد الأطفال المستهدفين في منطقة رأس العين بـ 17 ألف طفل خصص لهم 37 فريقا جوالا عم نطلع وبالحارات ونتجول وبيت بيت وعم نلقحهم وكل ما بنلقحهم نقطتين مع التوسيم ونسأل عن حالات الشلل ونسأل عن صحة الشعب والأهالي وهم شيء بدنا سلامتهم يعني عم نطلع وبهذا الشيء بشأن سلامة أطفال نقبل الأهالي كثير كويس بس ببعض أهالي ما يتقبلون هالشيء فنحن نحاول معاهم إذا ما مشى الحال وما قطنعوا منه نتصل على المشرف يحاول يقنعهم إذا ما قنعهم المشرف بمحرك مجتمع يقنعهم على مداري الستة أيام يجب أن تنتهي الكرق من عملها وفق المخطط المرسوم لهم بينما يعتبر عمل المشرفين قبل الحملة للتعريف بما هي اللقاح وأمنه واعتماده عالميا عاملا مساعدا في استجابة الأهالي لها من منزل لآخر يواصل فريق اللقاح سوريا عمله في منطقتين تل أبيض ورأس العين لتقديم لقاح شلال الأطفال لجميع أطفال المنطقة محمد نور تلفزيون سوريا مدينة رأس العين ريف الحسكة